مساء الخير مرحبا بكم في فيديو جديد وفي وصفة جديدة ان شاء الله تكونوا في ساحة جيدة اليوم نشارك معكم كامل أسرار نجاعة جين تصابي سيخطو اللي يعانو من المشكل انهم بعد اللي يرشموا الصابلي ويحطوه في الفوري طيب تهبط لهم ولا يطلع لهم الشكل وما يحافظش على هدك الشكل انتعو بعد اللي تكون يرشمتيه رح نعطيكم كامل أسرار نجاعة جين تصابلي ورح نعطيكم الوصفة اللي نعتمدها اناديمة وتبقى دائما محافظة لها للشكل تحها سيخطو هدوك الطوابع انتع الصابلي جديد لي راميجو مرشومين من الفوق بزاف رامي يعانيو من هد المشكل اللي يقول لك انا بعد اللي نرشمها رايتر تشم جيمة حوفة بصع بعد اللي طيب هدك الرشم ولا هدك الشكل كامل يختافي اللي اختبعوا معي لفيديو حتى الاخر شوفوا انا هنا يا شوفوا كيفاش هد المول اللي اني نستعمله رح نشارك معكم مم كي طيبتو شوفوا كيفاش حافظ لي على اشتاكل نتاعو برك تبعوا الوصفة والطريقة ولا لفيديو حتى الاخر هكا ما تبخلوني شو بتعمكم لايك اشتراك والبارتاج واللي شافت لا فيديو جديدة ولا شافت قناتي جديدة نقول لك اشتركي معنا هكا بيجي لحقك كل ما هو جديد اهلوغ ودائما ما ننسوش الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى اول حاجة رح نبدأ وهنا يا بطريقة اولا مقادر انتع الوصفة هنا يا عندي رح ندير انا بالحجم انت 250 انت تقدري تنقصي تقدري تدري بتخ 500 وانت تضع في المقادر رح ندير زبدة طرية بدرجة حرارة المطبخ شوفوا انا رح نشارك معاكم بالطريقة بلا باتر هكا باش اللي ما عندهم اش تنجح معاهم درت كما شفتوني درت زبدة طرية بدرجة حرارة المطبخ ولا الغربة درت معي القالفاني ودرت كيس ناقص اسبع انتع سيكا غلاسي وشوفوني يطرف فيها بيدي انا درتها على حساب اللي ما عنده وش الباتر اش ما يقولوليش نجحت لك انت كي ما عندك باتر ضفت بيضة كاملة وصفار بيضة وكذلك رح ننخل هادك الكيس انتع المايزينة درت كيس انتع مايزينة ونلواشف دائما لازم ننخلوهم باش نتخلصهم الحبيبات باش الجينة طرية وباش ما يجيناش العجينة تعنا ولا جين معمرة بالحبيبات لو قد طفتوني ضفت المايزينة ضفت كيس انتع فارينة وضفت الربع ملعقة صغيرة انتع القهوة انتع خميرة كيميائية هكا باش الجينة خفيفة وجيني هاش وما يطلعليش بزاف الشكل انتع لعجينة شوفو انا لميتها وتحصلت على هاد الشكل خلوها تريع متنشفوهاش هكا ونستعملوها مباشرسا مراحش ما تخفيش انها مراح ما فيها زيت ما تخرجلك زيت ماولو نديرها فق بلند انتخافا ندير تحتها بابي فيلم ونصاشي ونديروها كذلك باش ما يتشقق ليش ونبدأ نحل بالحلال شوفي حليها بالسوق اللي حبيتي ما رحش تخافي عليها لانه ما رحش تطلع وما رحش تهبط اذا غلطيها وحبيتي لحبيت انتع الصابلي يجو غلط ما تخافيش عليهم ما رحش يزيدي تضعف الحجم انتهم لانه ما تكترناش خميرة كيميائية احنا درناها جي سبرك باش لعجينة جي احشيشة ونبدأ نطبع بيها بالمول اللي حبيت انا تحبي لانه شوفو اني نطبع غير منفق الصاشي تقدمه كذلك وبلما ننسى والمول ساعة كل ما تطبعي جيها وروحي عاوي يدخليها في الفارينة وطبعي هكا بش ما يتضمنها ما يلسق لكش وما وماما الفارينة كي تحمليها في الطابع رح تزيد تحافظ لك على الشكل ساعة بعد اللي يدخل للفور قبل ما ننسى هنا في هاد المرحلة انا راني ساقنت الفورتاعي قبل بعشرين دقيقة على مية وثمانين دراجة انا دايلة وسخور بصح بعد اللي رح ندخل فيها اللي صابلي تاوعي رح نقص له نشعل عليها من تحته برك كي نشوفه حمر ملفوق ما رحش نحمرها بزيف جيس برك يهنشف شوية وخلاص صابلي رقم عارفينها ما يحمرش ملفوق يقعد بيض هاكا هاكا الشكل اللي يجي شوف شفتوني هدا هو طيب انتع صابلي شوفوني انا الطريقة اللي مديتها لكم حافظتلي على الشكل شوفوا الشكل اللي اللي عملتوا سامبل في الاطرف ما رحوليش هاتك الشكل رح نطيب معكم كذلك هاتي الشكل وانا عدلكم تشوفوا شوفوا معايا هنا يا بعد اللي دخلتوا للفور شوفوا الحبة كي قاعدة مرشومة شوفوا كي حافظت على الشكل انتعها منتع المرواحة ومتفسد لي الشكل انا هدرت هنا شعل من شكل كان عندي وشاركته معاكم شوفوا كيف ها قاعد وما متفسد لي شبر كتبعوا معايا طريقتي وراح نشارك معاكم كذلك تزين انا رح ندير تزين سامبل بسيط وانتع زمان بكري احنا كي كنا نزينو السابلي بالكونفيتير المورباو كنا نديروه في الاطراف فنوات كوكو ولا كنا نديرو له القاو قاو محمص ومرحي ما مليت حب تعمل لق طايف ما يعجبنيش نحسو يجي يغلل ومتك شغل يدرك في الفوم بتاعك هاكا شوفوا قاو قاو هنا درتو في الاطراف شوفوا كيف ها شكل مروحة باين ومتحوف وما تفسد ليش الشكل طريقة جد ناجحة وماما صعب لي ها دا يقعد لنا مدة طويلة تقدري تعمليها بارك باسمانة تخدميه وكيقرب الحال تزينيه لانه ما رحش يفسد لك ولا رح يتخسر لك ولا رح يتنتلك وصعب لي مدى بيكم ملتحته طيبو غاية نقلك عليه باش ما يشد معاك مدة طويلة لانه صعب ليك يكون خضر يتفسده والبنة نتعوه تروح له هذا هو الشكل النهائي وهذه هي الوصفة نتعليه النهار اليوم كانت خفيف الضريفه باش نقول لكم باش تحسوا بالبنة القديمة تعزمان يا حزره انا دائما نستعمل برك موربة تع المشماش ما نديرش اي نوع تع موربة اقل لانه مزمن وحنا نستعينه بالموربة تع المشماش هذه هي الوصفة نتعناها اليوم وهذه هي الفيديو نتعناها اليوم ان شاء الله تكون للاعجاب ديالكم قليلا نقول لكم لا الله فروحتيكم صحة طوركم صحة صيامكم وصحاها ايدكم ان شاء الله نضرب كل موعد ان شاء الله في فيديوهات جديدة ومن نوع اخر ان شاء الله سهلا اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة